هروح على المهرجان وبعدين هرجع وإحنا في النص كده هتكلم حبة على خلفية حاجة بكون النهار ده عندنا منعشة كده جات فيها سيرة روزة ليوسف بقوله كنا في روزة وكنا بقى إيه إحنا عين صغيرين فلان وفلان 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 وكان بقى أكبر مننا علان وعلان 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 واللي قاعد عارف طبعا ومتابع وفاهم اللي كان صديق المشارك معي في الحديث قال ليه هو شمعنا صحيح بتوع روزة ليوسف دول هم الأكثر انتشارا في الصحافة وفي الإعلام في مصر أنا هسأل على الإجابة دي بعدين بعد ما نتكلم حبة شوية عن المهرجان في عندنا رحلة بدأت بمهرجان الإسماعيلية وكانت رحلة أنا أشفتها صعبة وكللت بمنتهى النجاح ودلوقتي بنبدأ تجربة أظنها أكثر الصعوبة لأنها تجربة ضخمة جدا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المهرجان السينمائي الدولي الوحيد في المنطقة وحد تقريبا من سبع مهرجانات واخد الشرق الدولية هتعمل إيها أستاذ عصام؟ يعني اللي أنا بعرف أعمله أعمله يعني خطتك إيه؟ شوف يعني طبعا أنا اشتغلت في مهرجان القاهرة كتير برضو يعني من سنة 91 تقريباً أول مرة كنت بغطي فيها المهرجان أو 90 يعني وقبل كده كنت بحضره كمتفرج يعني لكن أول كتاب مثلاً عملته في حياتي كان في مهرجان القاهرة وكانه سعدين وهبة يعني رئيس المهرجان وكان عنده يعني منصقة برضه من أن نودي الفرص لصحفي تحت التامرين يعني هو أتوسم فيه أن أنا كان لسه فيدريكو فليني مخرج الإيطالي كبير كان لسه ميت وأنا كنت بعمل معه حوار حوالين المهرجان لروزا ليوسف فبقول له أنتوا هتعملوا حاجة عن فليني هتلحقه يعني فكان فاضل بالضبط يعني 12 يوم يمكن على المهرجان أو حاجة كده فبص كده قال لي تلحق تعمل حاجة وقال لي بس هتسلمه في أسبوع قلت له حاضر أسبوع أه فكلم أستاذ أحمد رفض بحجات وكان بسك الإصدارات ساعتها قال له فلان فلاني أجيب لك الكتاب عن فليني يوم يوم إيه قلت له مش عافت خميس قال لي ويوم الخميس طبعا قعدت أسبوع بلا نوم ما بخرجش من البيت خلصته وده كان أول مرة إسم ينزل على كتاب في حياتي في المهرجان القاهرة السنة اللي بعدها دخلت أول لجنة مشاهدة في المهرجان وكان أستاذ كمال الشيخ هو رئيس اللجنة فيعني أنا بدأت في المهرجان وكانت رحلة طويلة جدا في المهرجان وآخر حاجة قبل الإسماعيلية كنت رئيس لجنة المشاهدة في المهرجان القاهرة بعدين جاءت الإسماعيلية فطبعا كانش يمفعي أشتغل هنا أو هنا وكده فأصد أنه يعني أنا عارف في المهرجان القاهرة واشتغلت في كتير وعملت كتب وعملت كتالوج ولجن مشاهدة يعني على الآل الجزء الفني كله يعني عارفه يعني أو اشتغلت فيه يمكن الجزء الإداري كنت بعيد عنه طبعا وده الأصعب دايما في المهرجانات كنت سؤالك كل ده غير الجزء الإداري الإداري أصعب طبعا طبعا طبعا